ممكن كتير الام لما ترجع للبرنامج أو لما بدها تخطط برنامج أو موضوع معين بدها تشتغل عليه في هذول الأيامات ممكن كتير إنها ترجع لجوجل تبلش تدور مثلا في فعاليات لجيل اللي هو سنة أو لجيل لخمس سنين زي كيف بناتة وبطلع لها كتير شغلات اللي تساعدها إحنا مش رح نحكي إسا عن الفعاليات بشكل عام في كتير فعاليات صحيح أقدر نتوسع فيها بحلقة بالضبط إذا رح نحكي من هولا بكرة الصبح ولكن في كتير إشياء ممكن ملأملة أجيال معينة جيل السنة فيه له فعاليات معينة جيل السنتين جيل ثلاث سنين بلش يعبر يحكي جيل الأربع سنين مهارات الجسدية ممكن إحنا كمان نطورها فكل فعالية ممكن نعملها نحط أهداف لو كتبنا على ورقة إنه شو هدف كل فعالية أنا بدي إياها شو بدي أطور عند ابني شو أنا شايف فيه ميزات بدي أطورها أكتر وشو في عنده إشياء اللي ممكن اللي هي شوية في عنده نقص فيها وممكن إنه كمان نطورها ونساعده وندعمه في هذا المجال بالإضافة لهذا كله كتير مهم يكون فيه عندنا جو آمن يعني طبعا أنا فيه فعاليات مركز إنه استعملت مثلا حبات العدس لطفلتي إنه تنقل من صحن لصحن عدس هاي بتعلمها مثلا إنه تمسك المعلقة وتبلش توكل وبتعلمها النقل الأشياء من محل لمحل حبات العدس جدا خطرة فكتير مهم إنه تكون فيه رقابة من الأم للطفل وتكون حدو بكل الوقت وكمان نفس الوقت كمان ممكن إسا استغلال الفصل الربيع إسا فيه شوي جو وكتير حلو ممكن يكون رح يكون فيه فعاليات بالمي كمان استغلال المي كتير إشي حلو كمان أنا استعملت فيه فعالية كمان مركز اللي هي الصابون بقش الكولا الولد ممكن إنه ينفخ فيها فبطلع عنده صابون ممكن نحط كمان ألوان دهان فبطلع الصابون ملون فهاي كمان مثلا ملأمة لجيل خمس سنين مش ملأمة مثلا لجيل السنة بس ممكن جيل السنة تأخذ الصابونة وتلعب فيها طبعا الخطر إنه تشرب الصابونة أكتر مما إنه تنفخ فعشان هيك إحنا ملأمة الفعاليات لجيل ويكون فيه رقابة فعالية بلزا بتآمن لأطفال اشتركوا في القناة